اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في حديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في الفرق بين أسماء الله وأسماء المخلوقين هناك أسماء كالملك كالرحيم كالمحسن أطلقت على الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة وهي من أسماء الله الحسنة وأيضا في القرآن أو في الأحاديث أطلقت على المخلوقات فهنا الرجل يسأل عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن أنه أنتم تقولون بأن الله ليس له شبيه وليس له شريك فكيف ليس له شبيه مع أن صفات الله سبحانه وتعالى يعني بعض تلك الصفات أطلقت على المخلوقين يعني أطلقت أسماؤها على المخلوقين فكان جواب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هو أن الشباهة والشركة إنما يكون في الحقيقة والواقع أما الإسم قد يكون هناك إسم واحد لافظ واحد يطلق على الله ويطلق على المخلوقين لكن المعنى يختلف فإذا اختلف المعنى انتفت الشباهة وانتفت الشركة كما ذكرنا مثلا الألفاظ المشتركة بالاشتراك اللفظي بالاشتراك اللفظي هذا اللافظ يطلق على شيئين ولكن لا شباهة بين الشيئين صحيح اللافظ واحد لكن المعنى مختلف مثلا العين تطلق على العين الجارية وتطلق على الذهب هنا لا شباهة بين العين الجارية وبين الذهب وإن كان اللفظ الذي أطلق عليهما واحدا كذلك لا شباهة بين الله وبين المخلوقات وإن كانت بعض الأوصاف كما يوصف بها الله سبحانه وتعالى يوصف بها المخلوقون ولكن المعنى يختلف وبذلك ترتفع الشباهة والإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يأتي ويبين الفرق بين بعض الأسماء التي تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على المخلوقات يبين الفرق في المعنى في بحث هذا اليوم نذكر بعض الصفات التي ذكرها الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وبين الإختلاف في المعنى في المخلوق عن المعنى في الخالق من جملتها كلمة القائم كلمة القائم أطلقت على الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت الله سبحانه وتعالى له القيمومة على كل شيء بالعلم والتدبير على الناس وعلى غير الناس فاللافظ القائم أطلق على الله سبحانه وتعالى هذا اللافظ أيضا يطلق على الإنسان نقول زيدون قائم والمعاني في قائم مختلفة المعنى الذي يراد في الله سبحانه وتعالى يختلف عن المعنى الذي يراد في المخلوقين وهنا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يشير إلى جانب من ذلك عندما نقول الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت نريد من ذلك أنه حافظ تلك النفوس أنه الكافي أنه الباقي لكن حينما نطلق هذه اللافظة على الإنسان يعني الانتصاب يعني قائم على ساق يعني وقف على ساقه وهذا الإنسان صار قائما وكذلك قد نقول بأنه هذا الشخص قائم على الأمور قائم على الأمور لكن قيامه على الأمور تختلف عن قيمومة الله سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت قيمومة الله سبحانه وتعالى على كل نفس هو بمعنى علمه بتفاصيل الأمور وبمعنى مجازاته لهذا الشخص وبمعنى تدبيره لأمور الخلق كل يوم من هو في شأن أما هذا قائم بأمور الناس يعني يتولى تلك الأمور وهذا التولي تولي في الظاهر وليس ولاية حقيقية واقعية فإذن اللافظ واحد لكن المعنى اختلف فهؤلاء الناس قائمون انتصاب على الرجل والله سبحانه وتعالى ليس جسما حتى يكون واقفا مثلا لأن الوقوف والجلوس هو حالة من حالات الجسم وأيضا حينما يقوم الإنسان بأمور شخص هذه القيمومة قيمومة عرضية اعتبارية يعني تولي التولي الظاهري في الأمور لكن التولي الحقيقي للأمور هو لله سبحانه وتعالى بإفاظة الوجود باستمرار لأن الله سبحانه وتعالى إذا لحظة واحدة قطع لطفه عن الأشياء تنعدم كل الأشياء لأن الله سبحانه وتعالى كما هو خالق كذلك استمرار الوجود يتوقف على إفاظة الله سبحانه وتعالى الوجودة في كل لحظة عكس اليهود الذين زعموا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والآن عاجز والعياذ بالله من كلامهم والآن عاجز عن التغيير كلا وقالت اليهود يد الله مغلولة الآية تقول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ما ليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فإذن الإمام يقول وهو قائم يعني الله سبحانه وتعالى ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد القيام على ساق يعني الإنسان يقف على رجله وبمشقة أن الإنسان عندما يبدأ بالحركة في بداية حياة لا يتمكن من القيام وبمشقة يتعلم القيام والسبب في ذلك كما يقولون كما يقولون في الطب أن الإنسان حينما يولد لتسهيل عملية الولادة بعض عظامه متقطع إلى أجزاء مختلفة فلذلك حينما يولد لا يتمكن من القيام لا يتمكن من الحركة لأن هذه الأعظم ليست متصلة بعضها بالبعض الآخر وملتحمة بحيث يتمكن من القيام والحركة فهذا خلال سنة من عمره بالتغذية وبالحليب هذه الأعظم يلتحم بعضها بالبعض لذلك الإنسان حينما يولد عدد عظامه تقريبا ثلاثين أو أربعين قطع أكثر من عدد العظام بعدما يصل إلى عمر الواحدة لماذا؟ لأن هذه الأعظم تلتحم فحين التحامها يتمكن بالتدريج من القيام ثم من الماشي والحركة الإنسان قيامه هكذا يقف جسم وفي البداية على ساق في كبد بمشقة وكذلك ثم عندما يرد إلى أرض للعمر أيضا كذلك يكون قيامه وحركته بمشقة ولكن الله سبحانه وتعالى قائم يخبر أنه حافظ الله سبحانه وتعالى قيامه ليس قياما جسمانيا أفمنه قائم على كل نفس بما كسبت يعني يدبر تلك الأمور لهذه النفس حافظ لها بعد ذلك الإمام يقول نحن أيضا نقول للإنسان قائم بمعنى أنه يقوم بشؤون الشخص نقول هذا قائم بأمر هذا المسجد هذا قائم بأمور الناس ولكن القيمومة هنا تختلف عن القيمومة في الله سبحانه وتعالى كقول الرجل القائم بأمرنا فلان والله هو القائم على كل نفس بما كسبت يعني القياء القيمومة الحقيقية وكذلك من معاني القائم يعني الكافي يقوم بأمر الناس يعني يكفيهم المهمة بدل أن يقومهم بتلك المهمة هو يقوم بتلك المهمة الله سبحانه وتعالى قيمومته بالذات وقيمومة حقيقية وقيمومة الإنسان على الناس هذه قيمومة اعتبارية لذلك فقد جمعنا الإسم أو فقد جمعنا الإسم ولم نجمع المعنى اللفظ واحد الله قائم زيد قائم لكن المعنى يختلف فلذلك لا يكون هناك شباهة بين الخالق وبين المخلوق ليس كمثله شيء هذا بالنسبة إلى هذه الصفة صفة أخرى من الصفات نقول إن الله لطيف ونقول فلان لطيف هذا في الحديث الماضي أيضا تمت الإشارة إليه لا بأس أن نذكر أن اللطيف في الله سبحانه وتعالى له أربعة معاني وهذا الحديث الشريف يشير إلى معنيين من تلك المعاني اللطيف في الله بمعنى نفاذ علمه وقدرته في الأشياء حتى الأشياء اللطيفة فلا تخفى عليه البواطن المعنى الثاني للطيف في الله سبحانه وتعالى بمعنى أن المخلوقات لا يمكن أن تدرك حقيقة ذات الله ما هي حقيقة ذات الله هذا لا نتمكن من إدراكه فالله لطيف في معنى لا يمكن حقيقة لا يمكن إدراك حقيقة ذاته نعم كما ذكرنا في الماضي بتفصيل الإنسان بعقله وبفترته يعلم بوجود الله ويعلم بتحل الله الصفات الكمالية ويعلم بتنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص لكن حقيقة ذات الله غير معلومة حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى أيضا غير معلومة لنا الحقيقة وإنما مقدار إدراكنا من حقيقة ذات الله ومن حقيقة صفاته هذا يكون أننا ندرك بأن الله موجود لكن حقيقة الوجود شنو هي لا ندري نعلم بأن الله عالم المقدار الذي ندرك من ذلك ندرك أنه ليس بجاهل أما ما هي حقيقة علمه فلا نعلم وهذا قد مرت الإشارة إليه بالتفصيل فهذا المعنى الثاني للطيف المعنى الثالث للطيف هو أنه يعلم بالأشياء اللطيفة والمعنى الأول هو نفاذ قدرته في الأشياء اللطيفة هذا المعنى الثالث نفاذ علمه في الأشياء اللطيفة والمعنى الرابع هو أنه بر بمخلوقاته لطيف بهم يعني بار هذه معاني أربعة للطيف في الله سبحانه وتعالى أما اللطيف في الإنسان أن نقول فلان لطيف هذا بمعنى الضعف والصغر نقول هذا شيء لطيف جدا بحيث بالكاد يدرك بالبصر المعنى الأصلي له هذا والله سبحانه وتعالى لا يوصف بكم حتى نقول أن اللطيف في الإنسان هو الصغير أو في الأشياء هو الصغير والله سبحانه وتعالى صغير والعياذ بالله كلا الله أكبر من أن يوصف فالله سبحانه وتعالى اللطيف فيه بمعنى واللطيف في الإنسان أو في الأشياء بمعنى آخر وكذلك البر إذا كان من معاني اللطيف البر الله بار يمكن فلان يكون بار ولكن بر الله سبحانه وتعالى يختلف عن بر فلان لأن الإنسان إذا كان له بر فإنما هو يبر بالأشياء التي ليست ملكه في الحقيقة بالقدرة التي ليست منه في الحقيقة الله سبحانه وتعالى حباه تلك القدرة وحباه تلك الأشياء فإذا هو بار إنما يبر أو يبر بشيء ليس له في الحقيقة وبقدرة ليس منه في الحقيقة لكن الله سبحانه وتعالى بار بقدرة ذاتية وبلطف منه سبحانه وتعالى بالنسبة إلى المخلوقات وليس هذا اللطف ناشئا من شخص آخر وإنما من الله سبحانه وتعالى بذاته فإذن وأما اللطيف فليس على قلة وقضافة وصغر القضافة يعني النحافة أنت بالنسبة إلى الأشياء تقول لطيف بمعنى قليل جدا أو نحيف أو صغير هذه المعاني مستحيلة في الله سبحانه وتعالى ولكن المعنى الأول الذي يذكره الإمام عليه الصلاة والسلام على النفاذ في الأشياء النفاذ في الأشياء بأي معنى؟ بمعنى نفاذ علمه في الأشياء ونفاذ قدرته في الأشياء الله سبحانه وتعالى في الأشياء حتى الأشياء الحقيرة الصغيرة التي لا تدرك بالعين ولا يمكن للإنسان أن يشعر بها بالحواس الله سبحانه وتعالى يعلمها وقدرته نافذ فيها هذا المعنى الأول النفاذ نفاذ العلم والقدرة وهذا المعنى الأول يضم معنيان يضم معنيين نفاذ العلم ونفاذ القدرة الله محيط بكل شيء من حيث العلم والقدرة والمعنى الآخر في اللطيف في الله سبحانه وتعالى والامتناع من أن يدرك لا يمكن لأحد أن يدرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى يمكن أن تستعمل هذا المعنى في الإنسان أو في الموجودات الأخرى ولكن أيضا يختلف عن المعنى في الله سبحانه وتعالى تقول الشيء الفلاني لطف عني أو الشيء الفلاني دقيق جدا هذا المطلب الفلاني دقيق جدا لطيف جدا يحتاج إلى تأمل شديد لمعرفته صحيح هذا المطلب لطيف لكن يمكن أن يدرك لذا العلماء المدققون المحققون بالتأمل والتفكر يصلون إلى حقيقة الأشياء الدقيقة نعم عامة الناس وغير أهل الاختصاص لا يصلون إلى تلك المعاني اللطيفة الدقيقة لكن المحققون والمفكرون يصلون إليها أما الله سبحانه وتعالى كلما الإنسان فكر في ذاته ابتعد عن حقيقته أكثر ولذا سيأتي في أبواب قادمة النهي عن التفكر في ذات الله لأنك لا يمكنك أن تدرك حقيقة ذات الله فكلما تتفكر أكثر في الحقيقة تبتعد عن الحقيقة أكثر فإن تفكر في ما يمكنك أن تدركه وهو عظمة الله سبحانه وتعالى جانب من العظمة لتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض لتكتشف عظمة ذلك الخالق هذا جانب الإمام أيضا يبين تفصيل هذا الأمر بعد ذلك ننتقل إلى الصفة الثالثة في بحث هذا اليوم الخبير الله سبحانه وتعالى خبير كما في سورة الأنعام عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير شنو هو الخبير عندنا نقول فلان خبير في هذه الصناعة أو خبير في هذا العلم بمعنى عالم بالتفاصيل عالم بالتفاصيل وإذا الأمر يحتاج إلى إعمال حركة بدنية عالم بكيفية تلك الحركة نقول هذا النجار خبير في النجارة يعني له هذه الملكة وهذا العلم بحيث حركة يده في الخشب تكون حركة صحيحة الإنسان العادي لا يتمكن من هذه الحركة إلا أن يجرب تجارب طويلة إلى أن يصل إلى الخبرة نقول الله خبير ونقول فلان خبير في علمه الفرق في المعنى هو أن الإنسان الخبير إنما هو خبرته بالتجربة أو بالفكر وكسب العلم يعني النجار شلون صار خبير بالتجربة اليوم الأول إجيه صار صانع ثم بدأ يزاول العمل العمل البسيط عادة صاحب العمل يعطي للصانع الأعمال البسيطة في البداية ويزاول ويزاول بمرور الأيام والسنوات بالتجربة يصير خبير كذلك الإنسان بعض الأحيان بعض الأمور لا تحتاج إلى حركة جسمانية خاصة العلوم النظرية نقول هذا عالم هذا خبير بالكلام مثلا هذا خبير بالفلسفة هذا خبير ببعض العلوم النظرية الأخرى هذه العلوم تحتاج إلى كسب علم يعني هذا الشخص يدرس يفكر يرتب النتائج على الأفعال وعلى الأمور إلى أن يصبح خبرة في مجال من المجالات من العلوم النظرية لأن العلوم إما هي علوم عملية يعبر عنها بالصناعات وإما علوم نظرية الإنسان الخبير وهو الذي بالتجربة أو بالتفكر يحصل العلم بالتفاصيل لكن الله سبحانه وتعالى غني عن التجربة ولا يحتاج إلى تفكر في شيء بل هو العالم بالذات الذي لا يحتاج لا إلى تجربة ولا إلى إعمال فكر بلا روية أجالها كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة هنا الإمام يقول نفس الكلام فالمعنى مختلف وإن كان اللفظ واحد في الحقيقة الخبير يرجع إلى علم الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى عالم بالتفاصيل وبكل دقة وهذا العلم عين ذاته فلذا كنه ذلك العلم مجهول لدينا وإنما نعرف منه الآثار وأما الخبير فالذي لا يعزب عنه شيء الله سبحانه وتعالى يقول ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء في سورة يونس ما يعزب يعني لا يغيب عنه نحن محدودين أنا الآن أنظر أمامي لا أتمكن من رؤية خلفي الآن أستحضر مسألة المسائل الأخرى لا أستحضرها الإنسان علومه محدودة لذلك يغيب عنه كثير من الأمور بل أكثر الأمور غائبة عنه أما الله سبحانه وتعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لا يغيب عنه وما من غائبة في السماوات ولا في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني قبل أن يخلق الأشياء الله عالم بها ليس علمه بعد خلقها قبل أن يخلقها كان عالما بها وبعد أن خلقها علمه لم يتغير وبعد أن يفنيها كل شيء هالك إلا وجهه أيضا لا يتغير علمه سبحانه وتعالى بالأشياء فالخبير في الله سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته يعني لا يخفى عنه ولا ينساه الإنسان الخبير عندنا إذا فترة ترك قد ينسى بعض الأمور لكن الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء ليس للتجربة ولا للإعتبار يعني خبرة الله ليست ناشئة عن التجربة التجربة هو أن الإنسان يعمل عملا هذه بالممارسة العملية فيكتشف معلومات أنت مثلا لا تدري الطريق الموصل إلى بيتك يا طريق ثلاث طرق أمامك موجودة اتجرب الطريق الأول تشوف ما وصلك إلى بيتك اتجرب الطريق الثاني تشوف ما وصلك اتجرب الطريق الثالث تشوف وصلك أنت اكتسبت علم هذا مثال جدا بسيط للتجربة بسبب المزاولة العملية اكتشفت أن الطريق الأول والطريق الثاني لا يوصل الطريق الثالث هو الذي يوصل هذا علم بسيط عن طريق تجربة بسيطة وكذلك كثير من العلوم هذه العلوم العملية الخبرة في العلوم العملية ليس للتجربة ولا للإعتبار الإعتبار يعني النظر في الشيء والتفكر في الشيء حتى حصول العلم يعني العلوم النظرية مثل فرض العلوم الرياضية مثلا العلوم الرياضية هذه بسبب الفكر البشر وصل إليها علماء الرياضيات بالفكر ليس هناك تجربة عملية هذه العلوم وكذلك كثير من العلوم الإنسانية علم الاجتماع مثلا هذه كثير منه من التأمل في الأشياء إن تنظر الاجتماع تكتشف قواعد علم الاجتماع مثلا هذه الخبرة في الخبراء في الإنسان لكن الله سبحانه وتعالى ليس للتجربة ولا للاعتبار بالأشياء بحيث أن الإنسان عند التجربة والاعتبار علمان علم عن طريق التجربة علم عن طريق الاعتبار ولولاهما ما علم هذه المعلومة أنت ما كنت تقدر تعلمها لولا التجربة ولولا التفكر لأنه من كان كذلك كان جاهلا الإنسان الذي عن طريق التجربة وعن طريق الاعتبار يصل إلى المعلومات هذا معنى أنه جاهل وأزال جهله عن طريق التجربة والاعتبار لكن الله سبحانه وتعالى والله لم يزل خبيرا بما يخلق يعني قبل أن يخلق الخلق الله خبير لأن الخبرة من صفات الذات لأنها ترجع إلى العلم ولذلك يقول لم يزل خبيرا بما يخلق يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل عالم بكل التفاصيل في المخلوقات التي خلقها بل حتى الأشياء التي لم يخلقها لأن الله سبحانه وتعالى أيضا عالم بما لم يكن فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الأشياء كان يعلم بها فهو خبير بها لأن الخبرة كما ذكرنا ترجع إلى العلم والعلم من صفات الذات فالإذا هي أزلية لأنها هي ذات الله سبحانه وتعالى والخبير من الناس المستخبر عن جهل يعني كان جاهلا وبعد الجاهل يريد يحول هذا الجاهل إلى علم يستخبر يعني يحصل الخبر كيف يحصل الخبر عن طريق التجربة عن طريق الاعتبار المتعلم يعني كان جاهلا ويتعلم فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى إذن الخبير في الله سبحانه وتعالى بمعنى والخبير في المخلوقات بمعنى آخر طبعا في البحث الماضي أشرنا إلى أنه الإرادة الجدية تختلف وإلا الإرادة الاستعمالية في معنى هذه الألفاظ واحد لكن الإرادة الجدية بالبيان الذي بينه الرسول صلى الله عليه وآله والأم عليهم الصلاة والسلام عرفنا المقصود من هذه الكلمات لأنها غالبا هي من متشابهات القرآن والمتشابهات مرجعها إلى المحكمات ليس كمثله شيء والرسول والأم عليهم الصلاة والسلام بيّنوا لنا المحكم عن المتشابه إذن في هذا الكلام الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بيّن في المقدار الذي بيّناه في هذه الحلقة معنى الخبير ومعنى اللطيف ومعنى القائم طبعا للحديث صلى الإمام عليه الصلاة والسلام يبين معنى الظاهر يبين معنى الباطن يبين معنى القاهر إن شاء الله في الحلقة القادمة نبين هذه المعاني واختلاف مع المعاني الموجودة في الله سبحانه وتعالى في صفات الله عن المعاني الموجودة في صفات المخلوقين هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى 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 موسيقى